واتبع مدبولي جولته التفقدية حيث اطلع على مشروع التطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ والتي انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصلاة المختلفة يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستضافي مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ وبدأت محافظة جنوب سيناء تفعيل الهوية البصرية لمختلف المنشآت الأخرى وخاصة في منطقة خليج نعمة بهدف القضاء على المظاهر العشوائية ومختلف أشكال التلوث البصرية حيث يتم تفعيل الهوية البصرية من خلال مقييس محددة للافتات المحال وأسوار المطاعم والكافهات